السلام عليكم يا شباب وشالكم بشأن أخباركم فيديو جديد الجزء الثاني من السلسلة إذا كنت جديدة على بوب جي ستيم فهي الأشياء المهمة اللي يجب أن تعرفها هذا الجزء الثاني الجزء الأول راح تلقون رابط الفيديو بالوصف راح أضطوا بالوصف بشيك عليه احتمال يكون بعض الأشياء اللي راحت عليك لازم تعرفها يمكن طبعا بهذا الفيديو راح نتكلم عن الايم والحساسية و بعض النصاح اللي ممكن تساعدك بالحركة اللاعب برددة الفعل والايم شو تحسن اي ماك. فهذا هذا هو منضوع الفيديو ان شاء الله اللي رح انطرخ له. طبعا بداية خلي نبدأ بدون ما نطول حكي كتير. اه اتمنى انك تحط لايك ازا عجبك الفيديو واستفدت منه وحط اشتراك وفعل الجرس لانه رح يجي اجزاء اكتر. انا اللعبة. فبداية من خانة البلاي اه على الاركيد بدون ما نطول حكي. على الاركيد تروح تلعب اه كل يوم يوميا ساعة لحد الساعتين اركيد. هذا نظام مثل نظام بوب جي موبايل مستودعات يعني تي دي ام. لكن هون الفرق انه انت تلعب تماني ضد تماني في اللعبين اكتر شوي وما بات مختلفة. رح يكون شوي عشقة لكن هشي افضل. رح يحسن من اي ماك ردد فعلك حركتك. التاني اشي اللي البوب جي سيم ضافته على اللعبة. هو مودين جدد. اللي يساعدونه خاصة للعبين جدد. رح يساعدوكم كتير. اول مود هو انك تدخل على مود رح يعطوك بالتفصيل خطوة بخطوة يشرحولك. انت نفسك يعني تحس نفسك كانا كحب تلعب الجيم. فرح يشرحولك يعني هما يمشوك خطوة خطوة ويكتب لك فوق مثل التعليمات. يعلموك شلون مثلا تمشي تقفز تنبطح تشيل السلاح بايدك. اتركب له الاضافات. ترمي نيد. الشعرات هدول. المودة التاني مسموه لك يعني فرصة انك تلعبه عشر مرات بس. هذا هو العدد الاقصى عشر مرات. رح تنزل ضد بوتات. اه تجرب نفسك يعني حركتك ردد فعلك ضد بوتات على مدى القريب البعيد والمتوسط. يعني جيم عادي لكن كل اللي ضده هما بوتات. فاذا كنت تجد على اللعبة انصحك تسوي الشيهات عشر قيمات رح تفيدك كتير. هيك بكونت هنا من هالكم نصيحة. ارو على اعدادات اللعبة. طبعا اللي ما بيعرف اه انا بلعب على دي بي اي ثمانمية. وهذول هم اعداداتي. لكن راح اشرح كل اه وظيفة كل اعداد. موجودات بخانة الكنترولز. فتابع معي. اه لا تخاف راح ابصلك بابسط طريقة ممكنة. اول شي انا انصحك اذا يزيد انت على اللعبة تلعب بدي بي اي الف ومائتين. دايما يلي ينصحون فيها يكون الدي بي اي اقل الشيه تمانمية واكتر شيه الف ستمية. يعني بين هالرقمين. من تمانمية لل الف ستمية. لا تنزل جوا ولا تطلع فوق هالشي هذا. لان لانك اذا انزلت جواه تمانمية راح يصير عندك لاتنسي تأخير فضيع. مش فضيع لكن تأخير دبل. لكن اذا طلعت فوق ال الف ستمية فراح يصير عندك حساسية السكوبات والايم سريع جدا. وراح تضيع وما تصيب. فخليك يعني وسط. فالمهم ما بعرف انت كم ادي باي نفسك اللي تلعب عليه. انا انصح اذا ما اذا يعني ما عندك اي فكرة انصحك بال الف ومائتين. ومع الوقت انزل لل الف. اذا العبت بال الف ومائتين. راح اقول لك خد هدول الاعدادات. لكن راح اشرح يعني ايش وظيفتهم. بعدين انت بنفسك تطبق البدكية. اول شي عندنا الجنرال سنسيفتي. هاي ما دخلها بالايم ولا ولا يعني ما تأثر اي اشي على السكوبات او على الايم. الشي الوحدي اللي يأثر عليه انك حركة اللعب يمين يسار فوق تحته يعني هيك يعني تتمشي وتتحرك يمين يسار وتلف وتسوي. ها هي به الشي متعلقة الجنرال سنسيفتي. وهي براحتك سويها. ما تفرغ كتير. سوي يشوف انتهي اللي ترتاح عليه. عليه الرقم وطي جرب باللعبة. الفيرتكل سنسيفتي جدا مهمة. ركز معي هون. هذا الرقم كل ما عليته اكتر. هذا اعلى اشي رقم اثنين هو يكون. راح يقل سحب الماوس على الماوس باد. يعني انت نفسك اذا عليته كتير ما راح تسحب كتير الماوس على الماوس باد. راح تسحب اشي بسيط. لكن اذا قللته راح تسحب كتير على الماوس باد. وتوقع انه المناسب لك شخص جديد على اللعبة. خبرته قليلة. توقع انه على دي بي اي الف وميتين. واحد فاصلة اثنين. الواحد فاصلة اربعة. شوف جرب. اذا ما ناسبك الواحد فاصلة اربعة وحبت ان يكون اكتر من هيك. عادي اطلع كتر من هيك. جرب شوف. بس لا تطلع كتير. ما انصح كنا. تطلع كتير. هذا آآ موظيفة الفيرتكل. الام تخلي نفس ال EDS. هو ال EDS مهم. الام مش مهم كتير ابدا. مو كتير اتوقع عاودا مش مهم. لكن ال EDS مهم كتير. ايش وضيفت ال EDS. واقلت تفتح السكوب. اذا فتحت السكوب وضربت. فرح تلاحظ انه وقت يكون الرقم ال EDS عالي كتير. رح تلاحظ انه السكوب رح يمين يسار بشكل مطبيعي على المسافة المتوسطة او قريبة شوي. فرح تلاحظ انه الطلق اللي يطلع من السلاحك رح يضيع يعني ماصي باللعب بشكل كامل. فايش اللي يفضل انك تخليه ناصي وطي عشان واطل تضرب. بس اشي رح يخلي سحبك للايد على الماوس باد اكتر شوي. يعني رح تسحب شوي اكتر. لكن تحكم فيها بالفيرتكل. كل ما رفعت هون بالفيرتكل لازم تنزل هون. كل ما نزلت هون لازم ترفع بالفيرتكل لازم ترفع بالفيرتكل. فعلى ديباء 1200 انصحك بالاربعين للخمسة واربعين. يفضل الاربعين. نجربها وشوف. شفته صعب شوي ارفع شوي واحد واحد ارفع. فهاي هي وظيفته. كل ما الرقم صار اوطى كل ما راح لسكوب يمين يسار اقل. لكن سحبك للماوس. الماوس باد رح يصير اكتر شوي. ماشي. هذا الخيار رح يكون عندكم فعل. لكل السكوبات. من هذا الخيار سكوبينج سنسفتي. يبديك تعطي رقم واحد لكل السكوبات. من السكوب رقم اثنين لحد السكوب خمستاش. انا ما انصحك انك تخليه انفعل. طفي. وتحكم بكل السكوب لوحده. هون اذا انت طفيته هون هذا برضو رح يطفه. فتجي على هدول السكوبات. استخدم هدول الحساسيات على السكوبات هدول. شفت مثلا السكوب مثلا ستة شوي سريع. نصي للاربعين. او واحد واحد انزل فيه. تحكم فيه على كيفك هيك. بالطريقة هاي شباب. هاي هون ما تفرق بين ال EDS. ال EDS وحساسية السكوبات الموجودة هون نفس الاشي تقريبا. ما في فرق بيناتهم. انت بنفسك يعني شوف اختار ال DPI. اختار ال Vertical واختار ال EDS. واجرب بنفسك بالترينيج مود. مود التدريب. جرب بنفسك تشوف يعني اشي اللي ناسبك. بدك اشي سريع. بدك اشي بطيء. ولا بدك اشي وسط. ولا بدك اشي شوي سريع. ولا شوي بطيء. جرب على الف ومتين. وجربوا الاعدادات اللي انا اعطتك اياهم. الخطوات طبقهم. وان شاء الله يعني يصير خير. اه. فيه لسه بعض الاعدادات اللي يازم تسوية هون. لكن اه. هادا ان شاء الله رح يكون فيديو تاني. عن الكيبورد وما كيبورد. فراح يجي ازاء لسه غير هالجزاء هاي. لسه ما خلصنا. اه. باقي شي تاني يا شباب مهم كتير. رح يحسن لك ايمك وشوي يعني الحساسية بتاعك. اه. اذا كان الماوس بتاعك عنده سوفت وير. تقدر يعني يعني برنامج خاص فيه. اصحك انك تحمله وتسوي وتغير فيه بعض الادادات اللي جدا رح تساعدك. اول عدد انك تخلي يعني دي باي على عدد المطلوب الف ومتين مثل ما اتفقنا. جربوا وشوف. غير اذا كان انت نفسك عندك دي باي خاص فيك استعملوا. ما بعرف. شوف اللي ناسبك. لكن المهم انك البولنج ريت تخليه دائمان على اعلى رقم عندك. هذا آآ يساعد مؤشر الماوس على آآ. هذا وضيفته آآ هي عدد قراءة آآ البيكسلات على الشاشة المؤشر الماوس. فرح يكون سلس آآ بشكل بشكل افضل. ورح يعطيك شوي تحسن بالايم. فانصحك انك تخلي على على عدد يعني على اعلى رقم عندك يا. هذا اول شيء. تاني شيء من عددات الويندوز نفسها. تروع العددات. تكتب ماوس. بس ماوس هو الى حالة تطلع الستينج. تروه هون على الجنب اديشنال ماوس اوبشنز. فلن انتجي على البوينتر اوبشنز. رح يكون عندك هون خيار هذا الفاعل يكون عليه شارة صح. انت شيلها. هذا الشيء يخلي نظام الويندوز او نظام الجهاز نفسه يعطيك آآ يعني هو يتحكم بالآآ بمؤشر الفارة يعني باللحظة يعني اللي رح توقف فيها ما رح يعني يعني ما رح يمشي على كيفك انت بالطريقة اللي بدك اياها. مثلا خلينا نقول والله انت جاي بهيك الماوس بدك توقفه بالضبط على هالنقطة هاي. هو ما رح يوقف لك اياه على هالنقطة هاي. جوز يجيب لك اياها على هالنقطة يعني شوي جوه ولا فوق ولا يمين ولا يسار. فليفضل انك تطفيها فهيك رح يعطيك تحكم افضل. فهيك انت تقدر بارادتك تاخد مؤشر الماوس للنقطة ما بدك اياها بالضبط. فهالشي رح يعطيك بردو تحكم افضل بالايم بالحركة. فهذا شي جدا مهم انك تسوي من اعدادات الويندوز. تطفي. تعطي ابلاي. وبعدين اوكي. لهم بيكونوا تعينا شباب بتمنى ازا زافدت تحط لايك تشترك بالقناة تفعل الجرس لانه رح يكون لسه ان شاء الله اجزاء غيرها قادمة. هذا كان كل شي يا شباب السلام عليكم ورحمة الله.